في الحقيقة فكرة بناء أسرة قوية ومتمسكة والحفاظ عليها دي فكرة عايزة التخطيط لها بشكل كبير علشان مع الوقت بيكون في حقوق منسية ما بين الزوجين وده بطبيعة الأمر يبتحول لإخلافات داخل البيت وبيأثر على الأطفال يعني لازم في الأساس يكون في حب متبادل بين الطرفين عشان تكون الأمور متفاهمة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع زوجاته وبيبرهم وبالتالي نعكس ده على الأسرة في عهده مهم جدا في الزمن اللي احنا فيه مع كل المغريات اللي احنا بنتعرض لها نحن نبني أسرة متماسكة هل استمرار الزواج بين أي اتنين بدون حب ممكن يسبب أزمات بين الطرفين طيب إزاي نرجع تاني نخلي في حب بين الطرفين لو حصل أي حاجة وحصل خلينا نقول الجافة ده أسئلة كتير قوي هتجاوبنا عنها ضفتنا لمن ورانا في السوديو النهاردة الدكتورة أميرة رسلان عضو هيئة التدريس بجامعة الأزر وعضو مركز الأزر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح الفل على حضرتك مضوع مهم جدا جدا ليمس كل أسرة مصرية طبعا صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات كل سنة ومصر طيبة بمناسبة أعياد تحرير سيناء وإن شاء الله دايما مصر محفوظة وآمنة بأمان الله سبحانه وتعالى وضمانه بالنسبة للموضوع الفضل هقول لحضرتك الحقوق المنسية بين الأزواج الأول إيه هي؟ يعني ساعات كتيرة كل واحد فينا بينسى وليه وعليه إيه والروتين بياخدنا إيه الحقوق المنسية بين الأزواج؟ هو مسألة الحقوق بين الزوجين واستقرار الأسرة الأسرة أصلا موجودة بتشريع من رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع هذا الرباط فالمفروض الزوجين يكونوا حطين قدام عينيهم طول ما هم من أول ما بيقرروا أن هم يكونوا أسرة تعليمات ربنا سبحانه وتعالى أو إيه اللي ربنا عايزوا في هذه العلاقة علشان تستمر بشكل أفضل ففكرة أننا نقول حقوق الزوجين وإيه الحقوق المنسية ده موضوع المفروض أنه هو يعني الزوجين بيكونوا على علم بيه طول الوقت لكن لو إحنا نحط إطار لهذه الحقوق علشان ما تبقاش منسية أنا بشوف أن العلاقة محتاجة علشان تبقى منتظمة أو عشان تكون بشكل سليم محتاجة تمشي في ثلاث اتجاهات أو تمشي في ثلاث قطر أو توصل لثلاث غايات في الآخر يعني اللي هي علاقة الإنسان نفسه بربنا سبحانه وتعالى أنا قررت أن أنا أفتح بيت وأكون أسره يبقى لازم أفضل طول الوقت فاهم ربنا قال لي أتصرف إزاي في المواقف المختلفة ده يبقى مبدأ عام في الحياة علشان الحياة ما تاخدناش بالهوى يعني فالإنسان مثلا يحسن لأولاده علشان ربنا أمره بده مش عشان مامتهم ستة كويسة فلما مامتهم تزعله يبدأ هو ينتقم منها في الأولاد أو العكس بالعكس حلو قوي بقى الجسد حلو قوي أو الزوجة مثلا تبقى فهمة إن هي راعية في هؤلاء الأولاد فبتتق الله فيهم وتحافظ عليهم مالهاش علاقة بإن هي اتفقت مع باباهم أو اختلفت لأن احنا بتشوف إن الزوجين بيبدأوا يصفوا خلافاتهم في الولاد نفسهم ومطلع للمجتمع أولاد مشوهين نفسي ده بمعنى إنه لو اتنين اتخنقوا أو اتنين امفصلوا العيل ما لهمش زمن ده ده ما تجيش بقى ما تصرفش عليهم ده بلوش ده ده حضرتك ده ده فكرة إن أنا عارف ربنا بيوصيني بإيه أو أمرني بإيه ما هو ده لازم يبقى مبدأ قدامي على طول الخط علشان ما حيتش عن المبدأ ده فكرة إن أنا بقى أخرج عن هذا الإطار يبقى دي عندي مشكلة نفسية عندي أنا شخصيا مالهاش علاقة بتعليمات ربنا يبقى الأول حاجة علشان علاقة تنتظم إن أنا أفهم ربنا بيقول لي إيه تاني حاجة إن أنا يكون علاقتي بنفسي أنا منضبطة بمعنى إيه النفس ليها الهوى والهوى بيخلي نفسي إما تميل للتقوى إما تميل للفجور ربنا اللي قال كده فعلهمها فجورها وتقواها تميل للخير ويميل للشر لكن الصلاح بقى والفلاح والنجاح واللي يميز واحد عن واحد إيه كلام ده رجل أو امرأة إن أنا أشوف الخير اللي جوايا إيه وازوده واشوف الشر إيه وقننه وقلله فأنا مش مضطرة أجيب مشاكلي النفسية بأخطاء النشأة بتربيتي وأروح من رقم ديها للشرك حياتي وأقوله خد اتعامل فلاقي ناسي هكيد في رشدة ربانية يعني ربنا سبحانه وتعالى لما زي ما حريك قلت كده يعني أقر الزواج وشرعه عمل إنه ده يعني زي ما قلت كده وثيقة ربانية نعم حط في الدستور ده أول بند فيها المودة والرحمة نعم وزعلنا بينكم مودة ورحمة إيه هي الرشدة الربانية لإنجاح الزواج لإنجاح مؤسسة أو شركة الزواج نعم هو الزواج علشان ينجح النجاح ده بيحتاج خطوات أنا بابني أو بستثمر في هذه العلاقة ما فيش حاجة أسمع أن العلاقة دي هتنجح بالصليقة فيما يخص العنوان الأساسي عندي وعاشره هن بالمعروف ده من ناحية الرجل تجاه المرأة العاشرة بالمعروف دي بتقتضي أن كل التصرفات أعرضها على الشرع وأعرضها على ضميري الإنساني وأشوف هل ده مناسب لهذه الزوجة اللي أنا أخدتها بأمانة الله وبضمان الله وأنا في كتابة العقد بقول إيه فبقول إني عهدت الله فأنا وجودها معي أو وجودي معيها بناء على عهد أو عقد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ابتداء فالتصرفات دي هل هي تليق بهذا العقد ولا هي بتضحض في هذا العقد وربنا سبحانه وتعالى لما أعرض عليه تصرفاتي دي هيرضى عني ولا هيغضب علي الرسول صلى الله عليه وسلم حط معيار للخيرية وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فده أول معيار في الرشدة اللي حضرتك بتتكلم عنها إن أنا خيري يكون رايح إن أنا خيري يكون رايح لأهل بيتي إن العلاقة دي تكون استثنائية ما بقاش أنا بتعامل مع الناس كلها في المجتمع كويس قوي ويجي عند أهل بيتي وابقى إنسان مش على أفضل حال أو إن أنا بقى زي ما قلت إن أنا بدي كل مشاكلي النفسية وديها للشريك حياتي ويمكن إحنا عندنا نموذج النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنه ونسبت أن حريك قلت في المقدمة هل الحب ده بيبقى موجودة علشان الحياة تستمر بشكل أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم قال على السيدة خديجة إني قد رزقت حبها فالحب ده الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه طيب إيه معيار أو إيه الحاجات اللي خلت السيدة خديجة تحظى بهذه المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين خزلني الناس فإذن الحب والمودة والرحمة دي مش حاجة تلقائية ولا حاجة بتبقى بستجية لا ده بتحتاج مجهود طيب الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل إزاي بقى مع عطاها بهذا الشكل يعني اللي هو إن هي نصريته وإن هي صدقته وإن هي آمنت بيه وإن هي فضلته وإنها مادة كله في حياتها كان مراعيها جدا وكان بيراعي أموالها وكان بالنسبة له هي الأمان وهي السكن وهي المأمن ولما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها إيه هو خايف جري إلى السيدة خديجة رضي الله عنها ويقول زملوني زملوني طب هي تعاملت مع الموقف إزاي بدأت تتصرف بطبيعة أنسوية رقية إن هي ما بتقولوش أنت بس بتلاقيك شوية نمي وهتصحى تبقى كويس لأ قعدت تتصرف بفلسفة إنها تعلمنا وتعلم الستات وتعلم الأجيال كيف يكون التصرف وكيف تكون الأنسة الرقية فبدأت تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم مش بجمل عادية لا كلامها نفسه يدرس فقالت له كلا والله لن يخذيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتطعم الكل وتغيث الملهوف وتعينه على نواقب الضهر إذن الحاجات اللي هي قالتها له دي ده مش مجرد كلام دي هي شايفاة كده دي نظرتها ليه ده احترامها ليه إن هي شايفاة إنسان إيجابي شايفاة إنسان ليه دور في المجتمع بتمدحه بده بتثق فيه وبتقوله إن الحاجات الحلوة اللي أنت عملتها ربنا سبحانه وتعالى لن يغفلها لك وإن هو شايفك عليها وبتطمنه بإيجابياته بحسن صفاته وعلشان كده موقفها ده لقى قبول عند النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم فضلت السيدة خديجة بالنسباله يعني آيكونة آيكونة المحبة والكلام ده وهي عايشة وشوف ده إن هو جري لها والأمانها وحتى بعد وفاتها ويمكن كلنا نعرف إن العام اللي توفيت فيه السيدة خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ده كان حزن فيه حزنا شديدا حتى سمي عام الحزن عام الحزن والأكتر من كده إنه هو ظل يعني يكرمها ويكرم سيرتها ويكرم أقاربها وأصدقائها ولما كانت تدخل عليه السيدة هالة كان يعني يهش ويبش ويفرح لمقدمها وكان يقولني ده كانت تأتينا زمانة خديجة فجعل علاقته بيها ممتدة أبدا الظهر فلما نجي نقول عايزة أقول لحضرتك على حاجة إنه للأسف لما الرجال عمتا بيعودوا مع بعض فلو واحد فيهم لسه متجوز هتلاقي كله بيشتكي من الجواز حتى لو مبسوطين ومرطاتهم تمام ما فهمش مشكلة يعني واللي هتلاقيه مبسوط ساكت يعني مش هتلاقيه بيدافع حتى ونفس الفكرة الستات لما بيعودوا مع بعض في قعدة هتلاقيهم برضو بيقوموا بعض أو أين كان بقى الكلام اللي بيتقال ولأ هو بيعملك كده ليه والحاجات اللي احنا بقينا للأسف بنشوفها كثير وبقى فيه فتن كثير قوي في الموضوع ده بالذات وحتى يمكن الشيطان أكبر إنجاز بيعمله هو أنه يفرق بين رجل وزوجته النهاردة إزاي نتغلب على الموضوع ده إزاي أتغلب على أني أسمع لغيري سواء على فكرة ناس كثيرة فكرة أن الستات هي بس اللي فيها المشكلة دي بجده هو لأ يعني هو بقى كثير من الرجال عندهم المشكلة دي وإزاي حتى أنا نفسي طلعوا حاجة بجد يحرموا بيها أنهم يكرهوا الناس في الجواز يعني هما بقوا بيكرهوا حتى الشباب بينه وبين بعض حتى يعني بحس أنه حرام لو هو نفسه حتى يتجاوز واحدة بقى بيرجع خطوطين لورا يعني اتجاوز دعيفة وربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا به فتقولي إيه عن الموضوع ده يعني أنا بشوف أن أولا كل إنسان مسؤول عن الكلمة اللي بتخرج منه وربنا سبحانه وتعالى ما سبش الأمر ده على علته أو على سعته أن أنا مثلا أقول كلمة ويعني يعني مثلا مكان ما تروح وكده لا أن أحدكم يقول الكلمة يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا ودايما قالوا لنا في الحكمة الكلمة نور وبعض الكلمات كبور المفروض هو بعيد عن الحاجة اللي هتطلع أنه ممنوع حد يكره حد في الجواز كل واحد رقيب على نفسه ويمكن الناس اللي بتعطي تتفرج على هذه التجارب لا أنا بالنسبة لي أنا علاية بنفسي أنا أقدر يعني عندي من العقل والحكمة أن أنا أقيم جسر من التفاهم والتواصل مع الشريك حياتي فأنا أركز في إنجاح علاقتي بالطرف الآخر سواء رجل أو امرأة يعني كلامي للرجال والنساء أنا أركز في إنجاح ده وأشتغل على العلاقة دي وأشوف أبنيها إزاي وبعدين بعد كده أنا نفسي أكون آيقونة لكن هو الإنسان لما يترك ودنه أو يترك دماغه وللا حواليه كل واحد يوديه في أي مكان كل واحد مش في الجواز بس في حياتنا بشكل عام حتى في الشغل طبعا أنا ممكن حد يقول لي مثلا لا لا ما تروحيش البنامج ده ده مش هتتبسطي هناك وهكذا يبقى كلنا هنتعطل لكن أنا لو توقلت على الله وخدت بأسباب ودايما التوقل على الله مرتبط بالأخذ بالأسباب أنا توقلت على الله وأنا بقى متأكد وواثق أن ربنا سبحانه وتعالى لما شرع العلاقة دي هو ربنا سبحانه وتعالى شايف فيها السكن وشايف فيها المودة وشايف فيها الرحمة وشايف فيها الاستقرار وشايف فيها إعمار الأرض وأنا بالنسبة لي بعمل ده وباخد بأسبابي لإنجاح هذه العلاقة وما ليش دعو بالناس بتتكلم بتتكلم لأن احنا أصلاً يعني الكلام عندنا مدام مش خارج بالضمير مش خارج بانضباط الضمير ممكن حد يقرهني في الجواز ممكن حد يديني معلومات مغلوطة لا أخارج عن الهواء يعني ولو متخلي مع مراته دلوقتي هيقولي الكلام ده أنا ما حدش هيجي يقوله وهو مبسوط بالضبط كده أنا عشان كده ما ينفعش يبقى معياري أو اللي بيحركني أصلاً في حياتي سواء في الشغل سواء في الجواز سواء في البيت سواء كلام الناس أو عموماً الزواج تجربة حياتية زي بصمة العين أو بصمة الإيد كل واحد ليه تجربته الشخصية مع الطرف الآخر وكل واحد منفعش ينصح طيب وبناء أنا علي لو عايزين ندي نصائح من وحي الكتاب ومن وحي السنة للزوج للزوجة للحمة والحماء للأصدقاء والصديقات نقول لهم علشان تظل مؤسسة الزواج مؤسسة لها حرمنيتها وليها قدسيتها نفعش مشاكلها تظهر على السوشيال ميديا ما ينفعش أسرارها تطلع تطلع في الكافيهات وفي المنتديات وفي اللقاءات سواء الزكورية أو الأنسوية زي ما بسانت قالت تدينا رشدة ازاي؟ أنا أقول أن الجواز ده علشان خطر يبنى أنا محتاجة عن شوية حاجات ولازم أعرف أن أنا لو عملت عكس الحاجات دي الجواز ده هيهدم علشان يبنى الجواز ده يبقى أنا محتاج أن أنا أراعي ربنا في الشخص التاني أحسن التواصل معاه أتعلم صحيح الدين من أهل الدين مش من الأراء يعني نشوف تجربة النبي عليه الصلاة والسلام تجربة النبي عليه الصلاة والسلام تجربة ملهمة وأنا كمان بقراها بقراها بالعقل وبالحكمة وبقرأها بنظرة العلماء مش بنظرة الأصدقاء ورواد السوشال ميديا دي تفرق كتير جدا يعني أنا مثلا بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد مع سيدة عائشة رضي الله عنها وبيقول لها إني لا أعلم يا عائشة إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبة فقالت ومن أين تعرف ذلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وأنت راضية تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم فقالت أجل يا رسول الله ما أهجر إلا إسمك طيب حديث زي ده احنا ممكن نشرحه في حلقات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم التزاماته ورغم ضغطات العمل وضغطات الدعوة والبدايات ومع ذلك بيوسع بوقت للسيدة عائشة عشان يعود ويتكلم معاها ويحكي لها هو شايفها إزاي والسيدة عائشة ما كانتش يعني كانت من الزكاء بمكان والحكمة والفطنة إن هي ما تقفلش الكلام وتقوله أنت شايفني إزاي وأنت تعرف من أين أنا عندي إيه لا أده أنت بتقولي كده وخلاص لا بدأت تقوله ومن أين تعرف ذلك يا رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما بيقولهاش أنت إزاي تسأليني سؤال زي ده أنت مش عارفها أنا مين ده أنا نبي ورسول ويوحى إلي وكل الكلام ده لا بدأ يجاوبها بمنتهى اللين وبمنتهى الهدوء وبمنتهى الحكمة والسيدة عائشة بتعلمنا لما كانت بتهجر النبي صلى الله عليه وسلم بتهجر اللفظ فقط لكن لا ما بتهجرش الشخصية نفسها فإحنا لو عرفنا نحسن التواصل مع الآخرين علاقتنا بالحماء وعلاقتنا بحوالينا تكون منضبطة وفي نفس الوقت كل واحد عارف حدوده فين لهم بيدخلوا في حياتنا ونحن متدخل في حياتهم وإحنا كلنا بناس حالة تتكامل هذه المنظومة ويسعب بها المجتمع بشكرك دكتورة دكتورة أميرة رسلان عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر عضو مركز الأزهر العالمي الفترة الإلكترونية ادتنا نصائح الخاصة باستقرار الأسرة المصرية وكلمتنا عن تجربة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أمهات المؤمنين وقالت إن هذا الأمر هو المثال الأبرز ونرى أخلاقه كيف كان يعامل أمهات المؤمنين علشان نصل لهذا الأمر شكرا جزيلا